الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل الناس شاهدوا المهازل الحصلت بين الشيخين شيخ انصار السنة وشيخ الصوفية أمس وعامة الناس أنكروا هذه المهازل إنكارا شديدا حتى ما حوجون ذاته ولا حيحوجون للكلام الكثير ولا محتاج عرض وسائق لأن الناس براهم عامة الناس عرضوا الوسائق واستنكروا ما حصل لأنه أصلا الشيخين ديل من أسوأ الشيخين من أسوأ يعني الشيوخ سمعة سمعة عند الناس حتى داك العوام بيقول له شيخة تيكسي ودا العوام بيقول له شيخة تف يعني تخيل واحد مشهور بيتف بالتفاف هو عاجب الحكاية ديه أصل لأن الدين فيه تفاف ودا والله ما لقانا وما سمع نبو في الدين أصلا والتاني أصل لأشياء غريبة جدا 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 كل الناس عارفينها وكل الناس قاعدين انكروا عليه الليل والنهار والجاهل والعالم كلهم بانكروا عليه لكن العجيب إنه الشيخ بتاع انصار السنة دا واجع راسنا له قريب تلاتين سنة إنه ضد الصوفية واشتهر بإنه ضد الصوفية أكتر من تلاتين سنة إنه بيقول حرب ضد التصوف الصوفية جابوا راسه بكارتونة بتاع الشعرية بالله دا ما شعرية كارتونة بتاع الشعرية هدمت حرب بتاع التلاتين ولا أربعين سنة جابوا له الصوفي دا ببوكسي مكسر شاهلين كارتين شعرية نوبو شاكد إحنا سميناه شيخ النوبو والنوبو دا بنعني بيو الشعرية والمكارونة وغيره اجابوها له ودخلوا البوكسي بيقي يضحك الأنصار السنة بيقي يضحك ما شعرية تكسي وتحاضنوا وقال له ما بتقصر تخيل دا بتاع النصار السنة وداك بتاع الصوفية يقول له أنا حدعمكم وحجيب لكم عشرة أضعاف البوكسي جابوا دا الملان كارتين نوبو دا وداك يقول له والله ما بتقصر يا أخو والله ما بيخجل ما بيستعي يخي كده يا أخو أنا بالراحة كده طيب دا جابوا للطلبة بتاع الخلوة بتاع الأنصار السنة مش كده يعني تخيل الطلبة دا بيفطروا بل أكلت جابو صوفية بيتغدوا بل أكلت جابو صوفية بيتعشوا بل أكلت جابو صوفية في واحد من الطلبة دا تاني حيقوم يحارب صوفية أسألكم بالله دا بيفطروا بيتغدوا بيتعشة بين نوبو بتاعت الصوفية دي هل حيقف له في حلقة ولا منبر ويتكلم في الشرك بتاع الصوفية أسألكم بالله يضومه اتربى بين نوبو الصوفي حيتكلم عن الشرك كيف كده بالراحة كده يا أخوان وأنا بسأل سؤال للجماهير من الطرفين جماهيرا صار السنة كان أصلاح مركز عام جمعية كتابه سنة صفوجية غيرهم دا شيخكم اللي بتقوله أقوى شيخ عندنا بحاربة التصوف وبحاربة والمناظرات وغيره حسب ما بتقوله الليلة خادت يده في يد الصوفية وجضوه ملانة من نوبو شعرية نوبو بتاعت الصوفية ها انتوا رأيكم شون انتوا ما بتفهموا أنا بسأل يعني انتوا ما عندكم فهم يخل بهيمة يخل حمار يا أخ بيعرف المحل الفيهو مصلحته فيهو الموهي الكويس اللي بيشربه والموهي اللي ما بتنفع معاه والمرعى اللي بينفع معاه والمرعى دا الحمار انتوا ما قادرين تفهموا ان الطريق بتاعكم دا بتاع أنصار السنة دا بيقى طريق بتاع الصوفية وجبهجية وكيزان واخوان مسلمين وده ما غريب لأنه قبل دا حسا دا حسا حسا في اليوم الفاتحة دي عملوا مبادرة الطيب الجيد الصوفي الطاغوط المعروف وأكتر ناس دافوا عن المبادرة دي عنصار السنة المحمدية بيجماعاتهم ورأساهم ومنهم شيخ تفد ذاته قال مبادرة الطيب الجيد حاجة حلوة وما فوق حاجة مبادرة بدوها بإنه يا البادراب بنية بنية للسودان تحلو قضية قضية يا الخنجر ويا الخمجاني للبنزين والغاز مجاني ما خلوا أحد نادوا إلا الواحد الأحد ما نادوا وربنا يقول ديل من الأضل منهم ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ثم يا جمايران صار السنة شيخكم ددني وأرخص من رخيص نحن والله بنسمع الحديث الصحيح بتاع النبي عليه الصلاة والسلام لنا سنين يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل نبن نسمع الحديث من زمان حديث صحيح لكن ما كنا متخيلين بعرض يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل إن شيخكم أكبر شيخ عندكم بحرب الصوفية يبيع دينه ومحاربت للصوفية وتاريخ كله يلغي بجرد قلم لا بكارتون شعريا يلغي التاريخ كله ويتلس مبارنهم ومبارنهم ومبارن أنصار السنة والله الذي لا إله غيره لو عندكم زر زر بتاعة عقل أو دين والله يكان تكفر بجماعة أنصار السنة وبشيختوف وبكل شيوخ أنصار السنة وده ما غريب لأنه ذا كان رئيسكم رئيسكم رئيس أنصار السنة سألوا عن الصوفية في جريدة ألوان في لغاة بصفعة كاملة قال له ورأيك في التصوف نحن رأينا في التصوف كسلفين شرك بالله انتهى قافي كلام تاني شيخكم قال قال التصوف موجود داخل الكتاب والسنة وهو مجموعة من الأخلاق الفاضلة والنبيلة وشيخ تفذاته مع شيخ البتاع النقط نقط ده في اللغاة ذاته المبارح اللي استنكروا العامة والخاصة والحريم والرجال داري أصل ليه قال ليه أخي ابنتين مياه ذاته قال في صوفية بتاع الحقائق يعني صوفية كلهم ما كعبين لا يوجد أحد من صوفية الحقائق على وجه الأرض اليوم والصوفية الموجودين على وجه الأرض اليوم كلهم ذاته الكعبين ما فيهم صوفي واحد نافع وأكعب واحد فيهم الجاك ده أجاب لك كرتونة شعرية ده ده أكعب واحد فيهم تجي تكذب يعني شيخ طوفوا تقولي أخي والصوفية ذاتهم والله أكسام وقال ليه إتما زيهم بشكر بشيخ النقط قال ليه إتما بتعتبر زيهم وده أكعب واحد وده الصوفية ذاتهم بنبزوا ده بتاع نوبه الصوفية ذاتهم بنبزوا يعني تخيل تخيل زول ده دعاة شرك وده دعاة شرك دعاة الشرك بنبزوا ده ذاته معناته ده فاتحة ده الكعوبية بغادي بقى أكعب من الكعب شيخ نصار السنة قال ليه قال ليه والله إتما ماذا يوم عشان بس كرتين شعرية تبعا كان تكلمنا من قبل من زمان طيب عشان كان يبقى لك طن بتاع نوبه طن يعني ذاته لو بكرة جاء بليك عشرين دفار بتاع الشعرية كان بتكفر ولا شنو يا أخوان وين عقيتها لولا والبراء ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ده قرآن واضح ماذا يرى له شريح كثير ربنا سبحانه وتعالى قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براءاء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء يعني شنو العداوة والبغضاء تتحاضن وتضحك ده يخالف العقيدة يخالف التوحيد قال أنت يا أنصار السنة اللي بتقولوا زورا وكذبا إنكم بتدعو له ده مخالفة للصميم التوحيد لأنه قال وبدى بيننا وبينكم العداوة العداوة تقول ليه نوبه العداوة والبغضاء أبدا أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده السلف ما كان بيسلموا على المبتدع خلي أزول دعية الشرك مبتدع خليكم دعية الشرك بل قال السلف من جلس مع صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام قال السلف من وقر صاحب بدعة من وقر صاحب بدعة فإني أخاف عليه اللعنة كما قال الفضيل بن عياط قال السلف من جلس مع صاحب بدعة البجلس مع صاحب البدعة ده ليس صاحب البدعة البجلس معه قال إذا رأيته في طريق البجلس مع صاحب البدعة ده فجز في طريق آخر كما أروده البربهاري في شرح السنة والنبي عليه الصلاة والسلام قال المرء على دين خليل فلينظر أحدكم من يخالل وبيقى للا شيخ النقط نقط ده بيقى صالح عينش يختف قال ليه لما جاب لك راتنا الشعرية قال ليه ده أبا الصالحين بقى صالح بكرتون الشعرية بيقى صالح بقى صالح صالح ده 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 بيقول بيقول شرك عديل بيقول أنا الجاي في قدام ما بعرفه لكن أبوي الشيخ بعرفه يعني أبوي الشيخ بعلم الغيب وربنا قال ده كفر بي الله ما يعلم الغيب إلا الله وده بيقول إنه نحن ماشيين بينفس أخو أبونا الشيخ ما بفضل الله ولا بقدرة الله بينفس أبونا الشيخ طالما أبونا الشيخ فيه والله ما بيجينا عواجه ماشيين دنيا ودين دا عندو شريك مع الله سبحانه وتعالى انت تجي يا شيخ انصار السنة عشان كرتونة نوبو شعرية ولا سكسكانية تقول لي انت سالح دا بصالحين يا انصار السنة ما تخافوا الله يا انصار السنة اللي بتجي تحضروا لي دا محاضرات ولا الليلة عاملين فيها انصار السنة التنظيم والمركز العام والإصلاح وجمعية شنو ما بعرفوا اقسم بالله شغلتكم دي كلها باطلة والانضمام لي حرام شرعا لانه باطلكم بيقى واضح وريحتكم بيقى عفنة وتعفنت وزادت عفونتها ورآها حتى الأعمى وسعبها حتى الأصم والأبكم انتوا شوني يا اخي انتوا ما بتفهموا يا جماهير انصار السنة انتوا ما بتعلموا انتوا ما بتشوفوا العوام العوام الليلة بنكروا الكلام دا جايبين شيخ توف وشيخ النو قضى جايبين انهم في كيس شعرية وقالوا نوبة جمعنا العوام بيضحكوا عليكم انتوا لسه مبارين انصار السنة وانت يا صوفية بيغادي شاب كننا وهابية ما وهابية والوهابية كفار ومحمد عبدالوهاب مات في الحمام ومات في المسترح وكله كذب الليلة تي دارين تتحالفوا مع الانتوا بيسموا موهابية ابقى لا صوفية عندهم مبادئ ولا انصار سنة عندهم مبادئ كلهم دار يبيعوا المبادئ السبب ودي اخر حاجة اختم بها الحلقة دي السبب شنو لان الحلقة دي ما دارا كلام كتير العوام براهم جزاهم الله خير ناس حلوين وناس طيبين انكروا الباطل دا وما خلهم يرقدوا على جنبه لا شيخ نقط نقط ولا شيخ تف لجنون من روح دي الله انا باعين ما في ذاته تاني طريقة للكلام ما في اي طريقة للكلام الورى الكلام دا منو الخل صوفية بيعوا مبادئهم اللي كان بكفر الوهابية والخل أنصار سنة بيعوا مبادئهم بكاراتين نوبو شعرية منو الكيزانة جمعهم ديل البدل دا ما كوز انتبعوا دا بلعب في الترجي التونسي دا كوز عفل وابعيمة التاني الخاتلة شاء الله اخدر دا الناظر شيخ توف وهي ما مناظرة هي مسرحية لانه في النهاية انتهت اللي كانت في غاناة البلد انتهت الصوفي قال لي شيخ توف قال لي تجد احضر معانا الزكر وتجينا دا قال له خير خير يشاء الله وده قال لي برضو انت جينا وقال لي خير خير وجاو وقبيل برضو مبارح قال لي انت حمد الله وفيت بوحدك وجيتنا ونحن حنجي لشيخ الشيكس دا في البتاع في المسيط بتاعه يبقى الشغل دا انتهت ادباعة بدري السبب السمسار الخلات ادباع منه والدلال هم الكيزان يا اخوانا الشغل اللافذة ما لغاهم بارح بس ولا المهاترة والمسرحية قالوا مناظرة في غاناة البلد والجابو داك برضو انصار سنة قالوا مناظرة ومهاترة دي كل ولا مبادرة الطيب الجيد الشغل دا كل مبادرة الطيب الجيد والمناظرات الشغالة المسرحيات بالتلفزون والشغل الحاصل دا دا شغل الجبهجية هم دارين يعملوا معارف وحدوا ما يوحدوا عشان هم يركبوا فوق ظهر انصار سنة وجميع الطرق الصوفية ويخشوا يصلوا تاني كرسى السلطة الاخوان المسلمين الكيزان ويدوا ديل كلهم شلوت وانصار السنة ما بيتعزوا صار السنة دي الخشوا مع الكيزان ستمية مرة والكيزان الدوم ستمية مليون كف وخمسمية الف شاكوش ما بيتعزوا اخواننا لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين صار السنة خشوا مع الكيزان دا في تلاتين سنة دي بخشوا الحكوه بمرقوا يمسكوا وزارة ويطلعوا يمسكوا وزارة ويطلعوا الكيزان ما أدوهم ولا شلم ريسوهم وتيسوهم واخدوهم لحم ورومهم عظم والهدية قال الكلام دا وأب زيد قال الكلام دا وبرضو بخشوا معهم أنا ما ألاقي ناس أنقر من النازل والله الذي لا إلى غيره لأنه أنا الليل أزول غشاني كويس بعمل حسابي قول تاني دا قست بكرة ياخي بعد بكرة بعمل حسابي ما بقى تورط للمرة الخمسين الشغل دا شغل كيزان وده الجبهجي حتى الناظر شيخته دا ذاته جبهجي الجمعة مع شيخ نقاط نقاط ولابس قفطان وغليه انت ذاتك والمناظر وكذا دا جبهجي دا قوس معروف من الشمالية معرفين نعرف أخوب جبهجية دا الصر هذا وصلى الله وسلم وبرك على نبيان محمد وآله وصحبه